ليس هناك أشد وجعا من صرخة مظلوم لا تسمع هي أحدى التغريدات التي كتبت نصرة لجميع المغيبين قصريا والمختطفين في سجون الميليشيات الطائفية في العراق والسموين هم الذي لا يزال يتصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تفاوت التغريدات هم ما بين متسائلين عن مصير مختطفي جرف الصخر والسقلاوية وآخرين ينتظرون معرفة مصير أبنائهم المغيبين قصرا منذ سنوات وهم ما تركوا بابا لمسؤول إلا وطرقوه بحثا عن أي بارقة أمل لكن بدون جدوى تغريدات مماثلة تساءل أصحابها عن مصير عشرات المتظاهرين السلميين الذين اختطفوا منذ تفجر ثورة تشرين في وجه الأحزاب الفاسدة تغريدات أخرى وجهت اللوم لرئيس الحكومة الكاظمي باعتباره المسؤول الأول عن ملف المغيبين قصرا مطالبة إياه بالكشف عن مصيرهم وحسم الملف نهائيا بينما حمل أخرون الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة جميع جرائم الإخفاء وما وصفوه بالإبادة الجماعية بحق العراقيين بكلمات وصفت بالخجولة رد مجلس الوزراء عبر حسابه على آلاف المناشدات بشأن كشف مصير المغيبين قصريا في السجون والمختطفين عندما اعترف بوجود حالات اغتيال واختفاء لمواطنين على يد من وصفها بالأطراف المسلحة داعيا أهل الضحايا إلى الصبر لضمان العدالة وهو الأمر الذي أثار سخرية الكثير من المتابعين وتشكيكهم بقدرة حكومة الكاظمية على حسم هذا الملف الذي طال أمد بقائه دون حل ينصف الضحايا ويطمئن ذويهم